كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الظهور والنظر في كيفية الاستفادة من المبادرات لتعظيم العمل المناخي على كافة الأصعيدة وأوضح الرئيس السيسي أن المنطقة العربية أصبحت تخت خطوات جدة نحو مواجهة تغير المناخ أثار اهتمامي على وجه التحديد ما تناوله نقاشنا من جهود وطنية تقوم بها كافة دولنا وكذلك ما استطعت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقيقه خلال العام الماضي منذ إطلاقها هم يؤكد أن منطقتنا العربية قد أصبحت تغطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل وإنني أتطلع إلى استمرار العمل المشترك بين دولنا خاصة في المشروعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتنفيذ مشروعات الإنزال المبكر وإدارة الثروة السماكية ونقل التكنولوجيا الجديدة في مجالات الاستخدامات المستدامة للموارد المائية والتنمية الزراعية